اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الانجوج نوتس قبل ما ابدأ فيديو النهاردة حابب انوه ان سلسلة الانجوج نوتس دي مش لسنة ثالثة بس دي لكل السنين لان دي ملحوظات لغوية ممكن تقابلك في اي جملة في اي سنة وخصوصا في النظام الجديد بتاعنا بيعتمدوا على مدى معرفة الطالب باللغة باللغة نفسها امش بمنهجه ما بيهتموش بمنهج فمهم جدا لو انت في قولة او في تانية تتفرج على الليستة دي زي بتاعتلتها ويمكن اكتر عشان انت بتأسس نفسك في اللغة تاني حاجة لو كنت بتستفاد من الفيديوهات دي ادعمها بلايك وياريت لو تكتب كومنتس صحة الفيديو عشان ده هيساعد ان الفيديو يوصل لناس اكتر وهيشجعني ان انا اكملها خلينا نبدأ على طول فيديو النهاردة هو الفرق بين اي وورد وري وورد وبرايز طبعا اي وورد وري وورد دي من اكتر الحاجات اللي بتلقب بس ان شاء الله على نهاية الفيديو ده هتلاقيهم بيوا سهلين جدا نبتدي باي وورد اي وورد دي كلمة السر فيها جايزة رسمية رسمية السر كله في كلمة رسمية دي يعني ايه جايزة رسمية او يمنح جايزة رسمية لو انا بتعامل معاها كفعل ده معناه ان دي عبارة عن تكريم رسمي في مناسبة رسمية وحاجة مهمة مش مجرد هدية بديها الواحد ولا مكافأة بابا بيديها اللي ابنه في البيت لأ دي حاجة رسمية وفي حضور ناس مهمة وهي جايزة مهمة وكل الحاجات دي تمام طبعا الامثلة هتباين الكلام اللي انا بقوله ده اكتر تعالوا نشوف اول مثال ممكن نقول دكتور زويل ووز اووردد ده نوبل برايز هنا ووز اووردد ده الفعل يعني منح جايزة واستعملتها مع جايزة نوبل يعني من اكبر الجايز في العالم فدي اكيد يعني جايزة رسمية طيب he was awarded his degree from kairi university degree اللي هي الدرجة العلمية او شهادة التخرج بتاعته مثلا اذا اه هي جايزة رسمية او شهادة رسمية اذا دي تاخد فعل award award his degree يعني يمنح الشهادة او الدرجة العلمية طيب award كاسم بقى اللي هي الجائزة نفسها ممكن نقول المنستر ده اللي هو الوزير الوزير بنفسه ادها الاورد بتاعتها فرسمي ولا مش رسمي طبعا رسمي جدا ما ينفعش يبقى مجرد reward طيب مثال كمان ده كاتب كتب نوفل والنوفل بتاعته نجحت جدا فراحت جد مؤسسة وزارة الثقافة اي ام جمعية كبيرة وراحوا نظموا حفل وكرموا الشخص ده التكريم ده بقى حاجة رسمية وفي احتفال وكل الحاجات دي طيب الاورد والجوائز الرسمية دي الناس بتاخدها ليه اكيد بتاخدها عشان انجازاتها مفيش وزير بيطلع يكرم واحد من غير ما يعمل حاجة اكيد لا لازم بيكون عمل انجازات ركزوا في الحتة دي علشان لما تيجي reward هقارن لكم بين الانجازات والفرق ما بينه طيب تعالوا ندخل على reward reward برضو بتيجي فعله اسم بس المعنى ايه مكافأة غير رسمية او يمنح مكافأة الكلمتين دول مكافأة وغير رسمية هم شرحين كل حاجة اولا غير رسمية يعني عكس award دي مبدئيا تاني حاجة مكافأة كلمة مكافأة يعني انت بتاخدها نظير شغل انت عملته مش عشان انت عملت حاجات عظيمة جدا فاحنا مطلعينك نكرمك لأ دي حاجة انت هتعملها هديك مقابلها مكافأة معينة وبما ان هو موضوع كده وحاجة تتعمل وهكافأك عليها فاذا ده موضوع ودي مش رسمي طيب ادينا الامثلة عشان نفهم لو قلت if you finish your work before the deadline I will reward you لو خلصت شغلك قبل the deadline المعاد بتاع التسليم I will reward you هكافأك انا مدير وبكلم الموظف اللي عندي لو خلصت اللي المشروع ده قبل معاده انا هتديك مكافأة من عندي هتديك بونس كده في الفلوس حل فالمكافأة اللي هتديها المدير دي مش حاجة رسمية هو مش هيطلعه ويديله الموظف المثالي في الشهر لا دي جائزة رسمية مش هيعمله كده ده هو هتديله مكافأة فلوس مثلا او حاجة نتيجة ان هو أنجز شغلانة معينة طيب مثال كمان the father rewarded his son for getting high grades ده اب وعنده ابن جاب مجموع عالي او درجات عالية فرح جاب له حاجة جاب له موبايل جداله فلوس فهو كده rewarded his son هل دي حاجة رسمية لا ده بالحب كده بينه وبين ابنه ليه عمل كده عشان ابنه كان شاطر وجاب مجموع كويس عبالكم كلكم بس فهو اللعبة كلها في هنا حاجة مكافأة نتيجة عمل معين انت عملته بتاخد مقابله مكافأة وحاجة غير رسمية اخر مثال anyone who finds the lost bag will get a big reward حلو المثال ده لما حد بتضيع منه حاجة مهمة بيقولك اللي لقيها ليه الحلاوة الحلاوة دي هي الريورد بتاعتنا ينفع تقول على award الحاجة الرسمية حلاوة لا خالص ليه بنقول عليها الحلاوة يعني حاجة كده بيني وبينك انت مش لازم تاخدها بس انا هديها لك مكافأة ليك تمام فده معنى المثال anyone who finds the lost bag اللي هيلاقي الشنطة اللي ضاعت دي will get a big reward هياخد مكافأة كبيرة خلاص مكافأة ومش رسمية ده كده تقريبا كل حاجة بالنسبة للريورد فضل عندنا price price دي يعني جائزة احنا بناخدها من احنا صغيرين يعني جائزة بس اللي فوق دولا كان بيجوا بمعنى جائزة برضو ايه الفرق price دي جائزة في مسابأة او في لعبة او مشابه يعني يعني ايه يعني مثلا she won the first prize in a poetry competition competition يعني مسابأة فالمسابأة اللي بيفوز فيها بياخد جائزة جائزة المسابأة دي هي price مسابأة لعبة سباء اي حاجة من دي اللي بيكسب في تنافس ده بياخد prize وطبعا نوبيل برايز هي اسمها نوبيل برايز جائزة نوبيل علشان هي بره بيبقى فيه ترشيحات لها كتير واحد بس اللي بيكسب او كده ونوبيل برايز دي ممكن تاخد win the prize وممكن تاخد awarded the prize من كتر ما هي مهمة وعظيمة مش اكتر من كده دي كانت الفرقات ما بين award و reward و price لو استفدت من الفيديو ما تنسستش هيارم مع زمايلك وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت من language notes وتستنى الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي